الحقيقة نكاس الأهم الأفريقية يعني في الوقت الحالي الحدث الأهم غياضيا في كل العالم وده لأمور كتير جدا وأولها عدد النجوم الأفرقى اللي بيلعبوا في مختلف الدوريات الأوروبية وتحديدا كمان في الدوريات الخامسة الكبار يعني لو قلنا كده من الذاكرة بعض الأسامي زي مثلا نجمنا العالمي محمد صلاح أهم لعب أفريقي حاليا في الدوري الإنجليزي مع نادي لابر بول الإنجليزي كمان برضو مهاجم منتخب غينة محمد قدوس لعب واسد هام كمان برضو لعب بوسط نادي منشستر يونيتد النجم المغربي صفيان مرابط وفي الدوري الفرنسي نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي اللعب باريس سان جرمان عز الدين وناحي لعب مورسيليا وفي الدوري الألماني كمان مهاجم نادي شتوتجورت وهداف الدوري الألماني هداف البونز ليجا الغيني جيراسي وكمان في الدوري الإيطالي المهاجم النيجيري الكبير أكيد لعب نابلي بيكتور وسمين كمان نجم الميلان اللعب الجزائري اسماعيل بن ناصر وفي الدوري الأسناني مهاجم أشبيليا ومنتخب المغرب يوسف النصري يعني أسامي كبيرة جدا لنجوم كبار جدا معروفين على نطاق واسع في كورة العالمية وتحديدا كمان في أوروبا وزي ما تكلمنا في الدوريات الخمسة الكبار تاني سبب بقى بيخلي نكاس الأمم الأفريقية بتتبع بشكل كبير جدا واخدى كمان اهتمام كبير جدا القوة التنافسية ما بين كل المنتخبات اللي بتشارك يعني مثلا لو بصينا لليورو في أوروبا فهتلاقي يعني أن المنتخبات اللي بتنافس على اللقب مش هتزيد عن خمس منتخبات مثلا ما بين ألمانيا إيطاليا فرنسا إنجلترا وأسبانيا أنا مش أصدي بالكلام ده أني مثلا بقول أن كاس الأمم الأفريقية أقوى ولكن بتكلم عن عدد المنتخبات المرشحة نهاية تفوز باللقب في أفريقيا أكتر بكتير من أوروبا يعني في أفريقيا الترشحات في النسخة الحالية ما بين مصر واللي معها حاليا طبعا جيل يعني أفضل من النسختين اللي فاتوا كاديفار معها جيل كويس جدا ده غير كمان إن هي يعني هتكون بتستفيد إن هي البطولة دي مقامة على أرضها كمان وسط جمهورها كمان عندنا نيجيريا معاها اسكواد قوي جدا زي ما كنا بنتكلم أهم لعيبة موجودين عندها وطبعا عندها واحد من أهم اللعيبة بكتير قسمين غانا كمان مرشحة حتى لو أقل شوية من النسخ اللي قبل كده لكن برضو كل شيء وارد في البطولة دي كمان السنغال طبعا يعني واحد من أهم المرشحين للفوز بالبطولة معها كاتبة من المحترفين منهم يعني مش أقل من عشر لعيبة فاندها كبيرة جدا في أوروبا معها كمان الكاميرون حامل لقب نسخة 2017 برضو أكيد يعني من ضمن المرشحين للبطولة دي الجزائر الجزائر بكل نجومها وعلى رأسهم رياض محرز بن ناصر سليماني معهم كمان المدرب المميز جمال بالماضي منتخب بوركي نافاسو برضو صاحب المفاجآت في نهائيات الكام والمنتخب المغربي أكيد طبعا واحد من أهم المرشحين أنه هو يفوز باللقب ده وهو الفريق الأفريقي اللي وحيد في التاريخ اللي قدر أنه هو يوصل لقبل نهائي كاس العالم معاه برضو نجوم كبار جدا كلهم أكيد يعني في التوب فورم متاعتهم معاه مدرب كويس جدا وليد الكراكي يعني زي ما تكلمت في حوالي سبع أو تمن منتخبات كلهم عندهم فرص أن هم يفوزوا بالبطولة دي فعشان كده يعني هتفضل بطولة كاس الأهم الأفريقية لها انطباع خاص كده عند كل المتابعين